معركة حامية بين عمالقة التكنولوجيا بسبب تشاد جي بي تي ميتا أطلقت تطبيقا منافسا تحت اسم لاما وجوجل تحاول سحب البساط بروبوت بارد أما إيلون ماسك فهو يحشد فريقا متخصصا لتطوير تطبيق جديد كليا تطبيق جي بي تي طورته شركة أوبين أي آي الأمريكية بدعم من مايكروسوفت ووصل عدد مستخدميه إلى 100 مليون في ثلاثة أشهر فقط قبل أن يصبح بنسخ مدفوعة بعد أن كان مجانيا للجميع يعتمد الذكاء الاصطناعي في كتابة النصوص والمقالات وحتى رسائل البريد الإلكتروني بناء على أسئلة المستخدمين وخلال ثوان فقط التطبيق أثار مخاوف من أنه قد يكون بديلا عن القراءة والكتابة أو أنه قد يؤثر على تواصل الأفراد ووظائفهم وأنتم ما رأيكم هل من حقنا أن نستبشر بخدماته أو نقلق من ذكائه الاصطناعي؟ ترجمة نانسي قنقر